الرحمن الرحيم الحمد لله بكل لغة لله زمان ومكان اللهم صلي وسلم وبارك على سيد مدن النبي الأمي الحبيب المحبوب العادل قدر آله وصحبه وسلم وبعد فنتناول في هذا اليوم بعض المرجفين والمغرضين عن أن مصدر الحالة في القرآن الكريم متناقض وأن هناك تناقيم في هذا الأرض وقد استدلوا بقول الله عزة النساء وإن تصبهم حسنة يقول وإن تصبهم سيئة يقول قل كل من عند الله فنسبت هذه الآية والسيئة كلاهما من عند الله والآية الحق جل جلاله وما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك يات فمن نفسك فكيف يذكر القرآن الكريم في مرنة والسيئة كلاهما من عند الله وفي موضع آخر فيقول أن الحسنة من عند الله وأن السيئة من الله بداية نقول لهؤلاء إن القرآن الكريم هو عزة وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وغير الله لا وجدوا فيه اختلافا كثيرا هذا الفهم هو بسبب لكم عن إدراك حقيقة القرآن الكريم أن نفهم معنى الحسنة ومعنى السيئة في كل فهما دقيقا كما أراد الله وكما أراد الله عليه وسلم ما وقعتم في هذا الإشكال الآية الأولى جلاله انتصبهم حسنة يقول هذه من معنى الحسنة معنى الحسنة في هذه الآية أي الرخاء وجود المال وجود الولد الغلبة الفوز الحق جل جلاله يحكي عنهم أنهم إن أصابتهم حسنة قالوا عند الله أصابتهم شدة أصابهم فقر أصابهم أي شيء من الأشياء التي تكون فيها شدة هذه من عندك يعني من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ينفر الناس منه صلى الله عليه وسلم وصارد من أنهم يقولون ذلك أنها من عند رسول الله حتى ينفر حتى يبعد الناس عنه صلى الله عليه وسلم فصح حلم ذلك فقال كل كل من عند الله يعني الحرقاء والسيئة بمعنى الشدة الحسنة نعمة والسيئة بمعنى النقمة أو من عند الله سبحانه وتعالى ثم تأتي الآية الثانية فيقل جلاله ما أصابك من حسنة فمن الله وما يأتي فمن نفسك معنى الحسنة في هذه الآية في الآية الثانية ما أصابك من الفوز ما أصابك من الطاعة هذا وما أصابك من المعصية ما أصابك من نفسك يعني ما أصابك من الهزيمة ما أصابك من العصية ما أصابك من التقصير هذا من عندنا بسبب تقصيرك أنت في نفسك أيها الإنسان مختلف في الآية الأولى عن الآية الثانية سيئة كذلك مختلف في الآية الأولى عن الآية الثانية هذا دليل هؤلاء القوم لم يفقه القرآن الكريم وهو كما أراد الحق جل جلاله فلو أنهم يطعنوا في القرآن لكن هدفهم الأكبر يسعون دائما من أجله ويضعون له المخططات رد الناس عن دين الله وأن يفتنوا الناس عن دين الله والقريم بريء عن التناقض بعيد تمام البعد اختلاف لأنه من عند الله عز وجل الخالق الذي يعلم كل شيء والقرآن كلامه ومحانا وتعالى لا يوجد فيه اختلاف نسأل الله أن يجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وأن يعلمنا جهلنا وأن يذكرنا منه ما نسينا وأن يرسن تلاوته وحسن تدبره آناء الليل وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والحلمين اشتركوا في القناة